الآن دعونا نزغي الاستماع إلى محاضرة قيمة كما قلت في وقتها ومكانها وأهميتها وتبرز أهميتها من موضوعها وعنوانها فأدعو الأستاذ الدكتور سيف السويدي مؤسس منصة ريد ورئيسه التنفيذي لتقديم هذه المحاضرة التي هي بعنوان الجامعات البحثية قاطرة التقدم والتطوير فابقوا معنا ولنا معكم لقاء تفضل دكتور سيف شكرا جزيلا دكتور أحمد قاسم كسار الجنابي على ما تفضلت به من حسن التقديم وافتتاح المحفل العلمي الدولي نبدأ على بركة الله بفعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بهذه المحاضرة عن الجامعات البحثية قاطرة التقدم والتطوير طبعا بما أن الموضوعنا في هذا المحفل حول موضوع الجامعات ودورها في التلمية المستدامة فارتعينا أن تكون هذه المحاضرة الاستهلالية الافتتاحية حول موضوع الجامعات البحثية طبعا المادة قد أخذت من الاطلاع على بعض المؤلفات والبحوث والكتب وأبرز هذه المؤلفات في كتاب مشهور أنصح المهتم بموضوع الجامعات البحثية أن يطلع عليه اسمه Research Universities and the Public Good وفي كتاب آخر اسمه Navigating the Research University والكتاب الثالث والمهم ويعتبر مصدر قيم بالنسبة لموضوع جامعات البحثية بعنوان Managing the Research University أيضا حقيقة بعض الأمور سأذكرها في هذه المحاضرة من واقع المعاصرة المباشرة يعني أنا كنت في جامعة بحثية في ماليزيا اسمها جامعة ملايا وعاصرت أربع رؤساء جامعات كانوا في جامعة ملايا منذ أن التحقت في سنة 2008 كان يتذكر الدكتور أحمد كسار بروف غوث جاسمين بروف غوث جاسمين كان من سنة 2008 إلى سنة 2013 وحقيقة كان له دور كبير جدا في النهوض بجامعة ملايا وخطة استراتيجية التي وضعها للجامعة البحثية بتوجيه من الحكومة طبعا حكومة الماليزية وضعت خطة وهو قام بتنفيذها مع بعض الاستراتيجيات والزيارات الدول المجاورة والجامعات البحثية لإستفادة منها فكان أذكر ترتيب الجامعة بذلك الوقت أكثر تقريبا 180 أو 186 رانك تبعها يعني هنا أيام غوث جاسمين كان الرانكينج مع جامعة ملايا 180 بالضبط بال2009 إلى 2012 خرج منها صار 156 ثم جاء بعده شخص محمد بروف محمد أمين جلال الدين أيضا كان عنده رؤية يعني في النهوض بجامعة ملايا وتحققت حقيقة الجامعة ارتقاء بالتصنيف العالمي إلى 133 ثم جاء بعده بروف عبد الرحيم حجي هاشم أصبحت سبعين في سنة 2020 ثم بروف محمد حمدي عبد الشكور اللي هو كان أيضا عضو في الأمان العامة لمنصة أريد وشارك في الافتتاح المنصة كانت 59 ضمن جامعات العالم وهي حاليا 65 في رئيس الجامعة الحالي داته سري نور أزوان أبو أثمان طبعا هذه الأفكار هنا في هذه المحاضرة يعني من خلال المعاصرة المباشرة واللقاء والمحاضرات والتوجيهات والستراتيجيات التي كانت توجه لنا أثناء الدراسة وكذلك أثناء العمل أنا كنت أيضا أشتغل في جامعة ملايا وهي جامعة بحثية تعتبر جامعة الأم في ماليزيا فتكونت هذه المحاضرة ويعني جاءت الأفكار والقصص التي سأذكرها في الوقت المتاح لنا في هذه المحاضرة طبعا مجموعة عدد الجامعات البحثية في العالم 1500 إلى 1900 جامعة وفق التصنيف العالمية تصنيف Thay وتصنيف QS Ranking و10% من هذه الجامعات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا أغلب الشركات والتقدم والتطور والنهوض الموجود حاليا في أمريكا بسبب وجود الـ Research Universities الجامعات البحثية 197 جامعة بحثية طبعا في الكثير من الجامعات التقليدية ولكن الجامعات البحثية كالـ Research Universities تنطبق عليها مواصفات الجامعات البحثية تقريبا 10% من مجموعة جامعات العالم وهذا رقم لا يستهام به لهذا كبرى الشركات هي موجودة تحتضن من قبل أمريكا والاختراعات والابتكارات والتقدم والنهوض تأتي من هذه الجامعات الجامعات الأمريكية طبعا في جامعات روسية وصينية وألمانية والجامعات الأخرى فنبدأ على بركة الله بهذه المحاضرة ما هي الجامعات البحثية؟ الجامعة البحثية باختصار هي عبارة عن مؤسسة تعليمية متقدمة يتجاوز دورها التقليدي في التعليم والتدريس الجامعات في دروس ومحاضرات وامتحانات وموضوع الشروحات والتعليم ولكن هنا يتم الاهتمام بموضوع البحث العلمي والإبداع بنسبة أكبر من الدروس التقليدية أو التعليم التقليدي تقريبا 70% من أنشطة الجامعة وتوجهاتها هي حول موضوع البحث العلمي والإبداع وتتميز هذه الجامعات بكونها مراكز حيوية للإنتاج المعرف والابتكار أنها تشتغل في الأبحاث المتقدمة في المجرات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية وبالتالي طبعا ستساهم في تقدم المجتمع ورفع مستواه الحضاري والثقافي وتلعب محورا رئيسية في الاقتصاد هي دائما ستسهم في الاختراعات والأجهزة والابتكارات لهذا هناك اقتصاد اسمه اقتصاد المعرفة هذه الجامعات لها دور كبير في اقتصاد المعرفة بالتعاون مع الشركات طبعا وأيضا هذه الجامعات تعمل على إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على مواجهة التحديات المستقبل لأن الباحث الذي يشتغل بهذه الجامعات سيتمتع بطيف واسع من المهارات أثناء بحثه وسنرى ما هذه المهارات التي توفرها الجامعات البحثية وأخيرا الجامعات البحثية تطور الصناعات وتحفز الابتكار التكنولوجي من خلال الشركات مع القطاعين العام والخاص هذه الجامعات البحثية من 70% من توجهها واهتمامها وتفكيرها ورؤيتها حول موضوع scientific research البحث العلمي وبالتالي سيكون هالك إبداع في المخرجات النهائية فهذا هو تعريف الجامعات البحثية طبعا الهدف من هذه المحاضرة هو أن نتعرف ما هي الجامعات البحثية الموجودة حاليا في العالم ما هي أهمية هذه الجامعات أهمية البحث العلمي بالنسبة للمجتمعات والتقدم والتطور ما هو تأثير هذه الجامعات على الاقتصاد وكذلك على المجتمعات وما هي التحديات التي تواجهها الجامعات البحثية وكذلك بعض الأمثل الناجحة للجامعات البحثية الرائدة ومشاريعها البارزة متى بدأت الجامعات البحثية؟ ما هو التاريخ هذه الجامعات؟ طبعا في ألمانيا كانت أولى هذه الجامعات جامعة برلين الألمانية بدأت فكرة الجامعات البحثية في أواخر القرن القرون الوسطى وأواء العصر حديث حيث كانت الجامعات التقليدية في أوروبا تركز بشكل أساسي على التعليم والتدريس ومع تطور الفكر العلمي وظهور طبعا الثورات الصناعية والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر بدأت الجامعات في توسيع نطاقها لتشمل البحث العلمي كجزء أساسي من مهمتها أولى هذه الجامعات كما قلت هي في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر حيث كانت جامعة برلين اللي أسسها في الهلم فون هومبولتز في عام 1810 من أوائل الجامعات التي اعتمدت النموذج البحثي الحديث يعني دائما ما يذكر في الكتب أن تأصير الجامعات البحثية جاء من جامعة برلين تعتبر أول جامعة بحثية في سنة 1810 ميلادية واستحدثت النموذج البحثي في حل المشكلات وفي هذا الذي نشوفه الآن أمراد فهذا النموذج حقيقة ركز على البحث العلمي والتدريس الأكاديمي المتقدم وكان له تأثير كبير في الجامعات التي أخذت هذه الفكرة وهذا النموذج في أوروبا وأمريكا الشمالية وظهرت بعضها جامعات أخرى اللي نعرفها هي هارفرد وستانفورد وهكذا هذه الصورة أمزية يعني أو رسم لجامعة برلين باعتبارها كجامعة بحثية وأهم المحطات التاريخية في مسيرة الجامعات البحثية كان كما أقول جاء هذه الجامعة الأولى جامعة برلين ثم جاء بعضها مجموعة من الجامعات مثل جامعة هارفرد وجامعة جونز هوبكنز في أمريكا طبعا وهذا أمر أدى إلى نشوء حركة أكاديمية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تركز على البحث العلمي والابتكار ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية وصار اهتمام أكبر في موضوع البحث العلمي المتقدم فالجامعات هنا الجامعات البحثية لعبت دورا حيويا في دعم الابتكارات التكنولوجية وتطوير الصناعات الجديدة كانت تأخذ هذه الأفكار وتدرس وتبحث في الجامعات ثم يعاد تقديمها مرة ثانية إلى المصانع حتى يتم استخدامها في الصناعات وهذا ما أدى إلى دعم الثورة الصناعية في ذلك الوقت وفي القرن العشرين طبعا جاءت جامعات أيضا أخرى أصبحت مراكز رئيسية البحث العلمي والابتكار في مجالات متعددة مما في ذلك العلوم الطبيعية والهندسة والطب والعلوم حتى الاجتماعية لمعالجة الظواهر الاجتماعية طبعا أيضا الجامعات البحثية كان لها دور في الحرب العالمية الثانية الكثير من الأبحاث كانت قد تم دعمها في المجهود الحربي مثلا المشروع المعروف من هاتن لتطوير القنبلة الذرية كان عن طريق أوسيوتش يعني بحوث علمية وتم تطبيقها في ذلك الوقت في الحرب العالمية الثانية طبعا مع ظهور العصر الرقمي والتقدم التقني وكان للجامعات أيضا دور كبير في الذكاء الصناعي وعلوم الكمبيوتر وأصبحت هذه المواضيع الآن الهامة والمستحدثة في الثورة الصناعية الرابعة الفورث اندسترل ريفوريوشن مع محاورها المتعددة أصبحت هي الأولويات الآن بالنسبة للجامعات فنرى الكثير من المؤتمرات والبحوث والكتب دائما ما يعني تستقطب من قبل هذه الجامعات ويتم التركيز عليها في جامعات البحثية بالتحديد وليس التقليدية لأن التقليدية تعتمد المنهج القديم قد تعتمد منهج من قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة ولكن الجامعات البحثية دائما ما يعني تعتمد الحداثة والابتكار فليهذا هي دائما تواكب الجديد وتشخص المشاكل وتحاول حل هذه الإشكاليات فتضع لها أولويات في المستجدات العلوم والمعارف الجامعات البحثية طبعا هنا جامعات البحثية عندنا في الدول العربية واحدة من أشهر هذه الجامعة جامعة الملك عبد العزيز من أوليك العربية السعودية عندنا الملك عبد الله أيضا للعلوم والتكنولوجيا كذلك الجامعة الأمريكية في بيروت في لبنان جامعة قطر تعتبر جامعة بحثية جامعة الإمارات تعتبر من الجامعات البحثية ولها توجهات أيضا يعني في موضوع الابتكار ودعم البحث العلمي الأردن جامعة الأردن تعتبر جامعة بحثية حسب التصنيف الذي صنفته من قبل الأنظمة التصنيفية العالمية كذلك الأمريكا الونيفورسي في كايرو جامعة الأمريكية في القاهرة وكينغ سعود يونيفورسيتي جامعة الملك سعود وجامعة القاهرة تعتبر جامعة بحثية وجامعة خليفة يونيفورسيتي في الإمارات أيضا تعتبر من الجامعات البحثية هذه جامعات عشر جامعات بحثية في المنطقة العربية في الدول العربية هي تركز بالدرجة الأكبر على موضوع الابتكار البحث العلمي والابتكار طبعا ولا تهمش التدريس التقليدي ولكن لا تعطيه الحيز الأكبر الحيز الأكبر في عدة مختبرات وبنى تحتية وباحثين وتشخيص المشاكل المجتمعية ومحاولة حلها واختراعات ومشاركة بمؤتمرات للاختراعات والابتكارات فهذه هي تعتبر كرسيرش يونيفورسيتي كجامعات بحثية طيب إذن تاريخ الجامعات حقيقة البحثية هو التاريخ من الابتكار والتقدم ومنذ نشأته في القرن التاسع عشر كما ذكرنا في حدة جامعات جامعة برن في ألمانيا وحتى دورها الحالي في دعم الاقتصاد الرقمي ظلت الجامعات البحثية في طريعة المؤسسات التي يعزى لها عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي طيب ما هي مهمة الجامعات البحثية؟ ما الدور المناط بهذه الجامعة؟ حقيقة الجامعات البحثية الكور فاليو تبعها هو البحث العلمي والمهمة الأساسية هو البحوث العلمية المبتكرة أنها تشتغل في البحث العلمي وتساعد في المجالات الطبيعية والهندسية والاجتماعية والإنسانية وتحاول أن تزاوج بين التخصصات وتستفيد من وجود طيف من التخصصات في هذه الجامعة حتى تشتغل على مشاكل تحلها عن طريق البحث العلمي وتطور من مستوى المعيشة فحقيقة تأثير البحث العلمي على التعليم والتدريس هنا طبعا الجامعات البحثية المناهج المعتمدة في الجامعات البحثية نراها مناهج تتميز عن بقية الجامعات التقليدية ما السبب في ذلك السبب حقيقة أن هذه الجامعات دائما ما تحدث المناهج الدراسية دائما الكتب والمؤلفات التي تستعين بها كمصادر دائما تكون up to date لهذا فئة اشتراكات في المكتبات تدفع رسوم لاشتراكات في المكتبات العالمية وإن كانت الكتب pdf ولكن هي مشتركة ودائما ما تحصل على الجديد تحصل على up to date أحدث ما يكون في هذه المناهج حول العالم دائما بالنسبة للطلبة والأساتذة لديهم اكسس لهذه النظريات والتطبيقات العلمية وأذكر جامعة ملايا كانت تدفع بالغ كبيرة جدا في موضوع الاشتراكات في المكتبات العالمية ويتاح لنا أي كتاب في العالم وأي بحث يمكن أدخل عن طريق المكتبة وأسحب هذا البحث وأسحب هذا الكتاب الحديث تعتبر up to date version هذه النقطة الرئيسية أيضا حقيقة من ضمن الأمور التي تتمتع بها الجامعات هو تعزيز مهارات البحث لدى الطلاب لدى الباحثين لأن الطلاب في الجامعات البحثية تعرضوا لمناهج جراسية تشمل بحث العلمي كجزء أساسي طبعا scientific research يتم تدريسه والابتدائي والمتوسط والمتقدم حتى وبهذا طبعا يمكن للطالب أن يطور من مهاراته في موضوع التحليل الناقد ومهارات البحث العلمي التي تعد مهمة في الوظائف المستقبلية الآن بالنسبة للمؤسسات والشركات أيضا هذه الجامعات في موضوع المناهج نحن تحدثنا عن المناهج قلنا المناهج تكون up to date والطلاب في عندهم تعزيز لهذه المهارات في البيئة البحثية أيضا التعلم من خلال البحث العلمي يعتبر اتجاه أنه لا يتعلم فقط من الكتاب وإنما يذهب إلى يستعين بمجموعة بحوث علمية يتعلم منها مع الإشراف مع المشرف الأولي والمشرف الثانوي فهذا طبعا يوسع من مدارك الباحث أو الطالب ويفهم المواد الأساسية من الكتب التعاريف والنظريات ولكن عليه أن يستزيد عن طريق البحث وقراءة البحث والتجارب وهذا ما يزيد من الشغف المعرفة والاكتشاف وأيضا ربط التعليم بالتطبيق العملي وهذا أيضا نقطة هامة جدا في المناهج أنه الطالب لا يقرأ فقط من الكتب ويتخيل الفيزياء والكيمياء وجسم الإنسان ولكن هالك تطبيق وهالك تطبيق وبعض الجامعات الآن أدخلت الـ Augmented Reality and Virtual Reality في مناهجها فيمكن للطالب أن يشاهد المنهج يشاهد المنهج ويشاهد المشكلة الواقعية عن طريق الـ VR أو حتى يستخدمها في المختبار لأن هذه الجامعات بنيتها تحتية متقدمة ففي عندها مختبرات وهذه المختبرات تعين الطالب على فهم وتطبيق المعرفة والمعرفة لا تكون فقط في الكتب يتخيلها بطريقة قد تكون غير صحيحة وخاطئة وأنه ما يستخدم يمكن أن يستخدم الألكترون والنيوترون ويرى الجزئيات التي فقط كنا في السابق نسمع عنها ولكن الآن مع وجود التقنيات الحديثة مثل Augmented Reality والVirtual Reality مع المعدات والTools والEquipments يمكن أن نفهم عن طريق التطبيق وهذا ما يجعل منهج هذه الجامعات متقدم يعني بيئة حقيقية للتعلم المناهج حديثة الطالب عنده بيئة يستطيع أن يمارس ويتعلم بها المهارات ونالك تطبيق لما يتعلمه عن طريق المختبرات فهذه كلها طبعا بمجموعها تساهم في موضوع تطوير الطالب نفسه أو الباحث نفسه أيضا حقيقة ضمن الأمور في المناهج توفير فرص تدريبه تطوير يعني أذكر في جامعة ملايا على سبيل المثال أنا أذكر الجامعة كثير لأنني عشت هذه التجربة لأكثر من عشر سنوات في الجامعة إجبار على التعلم الإجبار كان من إدارة الجامعة أنه يجب أن تحضرون هذه الورشة يجب أن تحضرون هذه هذا الضيف يأتي من الخارج يجب أن نستفيد من عنده يجب أن يعطينا ورشة عمل وتحضرون وتسجلون حضوركم لهذه الورشة فهناك تدريب وتطوير مستمر بيئة تساعدك على التطوير يعني دائما هذه البيئة تتحثك على الموضوع أنك تكون جاهز لسوق العمل فدائما كلما يأتي خبير للجامعة يستضاف كلما فيه كورس معين قد حتى الجامعة يتدفع رسوم هذا الكورس وأنت تذهب وتأخذه على حساب الجامعة لأنها جامعة بحثية لا تهتم فقط بالأمور التقليدية وليس همها البزنز همها أنها كيف تطور الدولة أو المجتمع عن طريق البحث العلمي أيضا طبعا إلهام الإبداع والابتكار البيئة البحثية في الجامعات تحفز على الإبداع والابتكار ربما فيه عندنا كل هذه المساحات والمختبرات والمناهج والخبراء هذا كلها طبعا سيساعد على موضوع الإلهام وفيه الآن اقتصاد اسمه اقتصاد الإلهام يمكن سنصرف خبير في هذا المجال يتحدث حول اقتصاد الإلهام في بودكاست أريد إن شاء الله تعالى في المستقبل إذن حقيقة مهمة الجامعات البحثية تنتدي لما هو أبعد من التعليم الأكاديمي أو التقليدي نحن هنا لا نتحدث عن الكتب والقراءة من الكتب والامتحان في الكتب ويدخل الطالب ويحفظ ويكتب ما حفظه على الورقة ويخرج أخذ الدرجة ويخرج إطلاقا هنا نركز في الجامعات البحثية على موضوع الكور فاليو هو البحث العلمي الذي يعتبر أساسي يعني جزء أساسي من مهمة الجامعات البحثية وله تأثير عميق وإيجابي على التعليم والتدريس من خلال دمج البحث العلمي في العملية التعليمية وتساهم طبعا الجامعات البحثية في إعداد جيل من الخرجين يتمتعون بالإبداع والابتكار ومجهزين بالمهارات لسوق العمل مستقبلا طيب الجامعات البحثية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجامعات البحثية لها دور كبير في موضوع دعم الاقتصاد ودعم المجتمع عن طريق طبعا قلنا الابتكار والتكنولوجيا دائما ما هذه الجامعات تحاول أن تأخذ الأفكار وتطورها ويمكن أن تجهز السوق بمنتجات ولا ضير أن تكون براءة اختراع للجامعة والعائدات للجامعة وفي إنكم للجامعة في أرباح وفي عائدات للجامعة يعني أذكر جامعة ملايا وحتى جامعة UPM وجامعة UKM في عندها كثير من المنتجات في السوق هي منتجات تابعة لها تباع باسم الجامعة بل حتى مؤخرا جامعة ملايا قامت باستحداث شيء يسمى بـ UPM plates هذا اللوحة التي تخلى في السيارات تخلى في السيارة بشعار الجامعة أنه يمكن أن تشتري plates خاص فيك من باب البراندينج والعائد يكون يعود للجامعة هنا أفكار خارج الصندوق من باب التفكير ودعم الاقتصاد والمجتمع طبعا أيضا هذه الجامعة تدعم المجتمع عن طريق الشراكات مع المصانع تحول الأبحاث الأكاديمية إلى تطبيقات صناعية وتجارية الباحث يشتغل لسنتين أو ثلاث سنوات ولكن هذا العمل يجب أن يحول إلى منتج صناعي تطبيقي ولا ضير أن يكون تجاريا يباع في الداخل وفي الخارج فهنا طبعا سيكون له دعم للاقتصاد عن طريق الجامعات تطوير رأس المال البشري الجامعات تهتم بموضع تطوير رأس المال البشري من خلال توفير تعليم عالي جودة وتدريب متخصصين حتى من خارج الجامعة ليس شرط هنا أنه التدريب يكون فقط للسلاف والأساتذة والباحثين حتى يؤتى بشخصيات من الشركات ويدخلون إلى الجامعة للكورسات مكثفة للتدريب على شيء معين إذن هي تطور المجتمع تطور رأس المال البشري في المجتمع لأنها عبارة عن حاضنات الابتكار والإبداع وفي عدها سبجكت ماتر أكس بيوتس فتستعين بهؤلاء الخبراء حتى تطور القطاعات الخاصة وكذلك القطاعات العامة طبعا هنا المهارات التي يحصل عليها الباحث من خلال وجوده في الجامعة إن كان كطالب أو حتى كأستاذ أو حتى مبتعث من إحدى الشركات أو المؤسسات هذه تقريبا جملة المهارات التي يمكن أن يحصل عليها التفكير النقدي الباحث يحلل المعلومة ويقيمها بشكل موضوعي ودقيق وهنا مهارات التفكير النقدي يكتسبها الباحث في بحثه جمع المعلومات وتحليلها الشخص الذي يتعلم عن طريق البحث العلمي سيفطر إلى أن يجمع معلومات ويحلل هذه المعلومات الكتابة العلمية الكتابة الأكاديمية كيف تصبح ناطقة رسميا باسم العلوم كيف تتحدث بالنيابة عن البكتيريا كيف تتحدث بالنيابة عن الفيروس كيف تتحدث بالنيابة عن الأجرام السماوية فهنا طبعا موضوع الكتابة الأكاديمية وسق المهارات الكتابة العلمية أمر هام جدا لكيفية عرض النتائج والأفكار بشكل واضح ومنظم مهارة أخرى مهمة وهي إدارة الوقت الباحث الذي يشتغل بالجامعة في إطار البحث العلمي هو يجب أن يسقل مهارة تنظيم الوقت وإدارة المهام بتحقيق الأهداف في الوقت المحدد لأنه يشتغل ضمن تيم ضمن فريق وعنده الأهداف لديه مزمنة لها وقت بداية ولها وقت نهاية فمع الوقت وإن كان يفتقر لهذه المهارة مع الوقت يجب أن يحترم الوقت ويمتهن على موضوع إدارة الوقت أيضاً الابتكار والإبداع سيفكر الباحث بطريقة جديدة من زاوية ثانية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التعاون يشتغل في تيم في فرق عمل استخدام التكنولوجيا الآن أدوات التقنية والبرمجيات حتى تسهل عملية البحث وتحليل بيانات التواصل وهذه مهارة جداً هامة الآن الجامعات تبحث والمؤسسات تبحث عن الشخصيات التواصلية هي لا تريد الشخصيات الانطوائية الجامعات والمؤسسات يعني تبحث عن شخص قادر على التواصل مع الآخرين قادر على عرض النتائج البحثية بوضوح للجمهور المستهدف سواء ذلك من خلال عروض تقديمية وحتى كيف يكتب بحوث علمية وطبعاً الباحثة سيتعلم الأخلاقيات القيم الأخلاقية أنه في موضوع التعامل مع البيانات الخصوصية حتى في المجال الطبي الـ Ethics Medical Ethics التعامل معه حتى مع الحيوانات هناك أخلاقيات التعامل مع العينة أو مع الجثة مثلاً أو مع البيانات فهناك أخلاقيات يجب أن يستخدمها الباحث ويتعلم ويتمارس عليها في موضوع التعامل مع البحث العلمي أو في الحركة العلمية العالمية حتى نضمن نزاهة النزاهة العلمية في جميع مراحل البحث طيب طبعاً هذه الجامعات أيضاً تعزز المجتمع عن طريق الاستثمارات البحثية ريادة الأعمال دائماً الجامعات الآن البحثية في عندها شيء يسمى بالـ Business Incubator الـ Business Incubator هذا عبارة عن حاضنة أعمال تحتضن الأفكار البحثية الصغيرة الناشئة وتدعمها وتعقد بعض التفاقيات مع الشركات الناشئة حتى تساعد في خلق بيئة ريادية تحفز على الابتكار ومنها تنبثق مجموعة من الشركات الجديدة التي تساهم في موضوع النمو الاقتصادي وهذا طبعاً له باع وله حديث يعني أنه في هكاثونز في بعض البرامج الداعمة وحتى تحصل على تمويل هذه الأفكار تحصل على تمويل إضافي للبحث العلمي في موضوع أنه كيف نحول هذه الفكرة إلى مشروع ريادي وريادة الأعمال وأمة ريادة الأعمال وفيه حقيقة كثيرة من التأصيل والحديث الوقت لا يسعنا لذلك ولكن أقول أن الجامعات البحثية تخصص جزء من مواردها وبيئتها لإحتضان الأفكار التي يمكن أن تكون مشاريع مستقلة وشركات ناشئة مستقبلاً وللجامعة حصة طبعاً جامعة حصة قد تتفق الجامعة مثلاً تقول أني عندي حصة عشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة أنت تستخدم الأكوبمنتز والتورز والبنية التحتية وشعار الجامعة لإنجاح وأنضاج مشروعك وأنا لحصة لو نجح مشروعك أنا سيكون لحصة من هذا المشروع وهذا ما تفعله الكثير من الجامعات وبعض الجامعات في عندها بزنز انكيوبيتر ولكن مجاني فقط ليعطي توجيه وأرشاد ودون وجود حصة في داخل المشروع أيضاً الدراسات الاجتماعية والإنسانية هذه الجامعات تحاول أن تفهم التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية وهذا طبعاً سيساهم في تطوير سياسات وبرامج على سبيل المثال في ماليزيا كان عندنا مشكلة كبيرة جداً في المجتمع اسمها Single Mom أو Single Mother Single Mother الأم الوحيدة هذه الأم لأنفونا لك في دول جنوب شرق آسيا حالات الطلاق حالات كثيرة جداً أن الرجل بسبب الأعباء الاقتصادية يختفي من الوجود الأسرة يعني المرأة ستجلس صباحاً ستجد نفسها هي وأطفالها هي والعيال ما في رجل في البيت أين لا يعلمون قد ينتحر قد يختفي قد يذهب قد يغادر وكونا لك كثير من حالات الطلاق فالمرأة الماليزية أو حتى بشكل عام حتى الأندنوسية تعاني من هذا الموضوع Single Mom فكيف الأم تلعب دور الأب والأم في نفس الوقت at the same time فهذه مشكلة اجتماعية كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية يمكن أن تأخذها الجامعة وتضع لها حل لهذا طبعاً قاموا بإعطاء الأم كورسات مكثفة أنها كيف تلعب دور الأم وكيف يمكن أن تسد دور الأب في المجتمع يعني تتمتع ببعض المهارات أن تكون عندها مهارات الأم ومهارات الأب وحتى تنشئ الأسرة وتحافظ عليها مع تطويرها لموضوع إيجاد فرص عمل وكيف يمكن أن تعمل وهكذا إذن هناك دعم لظاهر أو لظواهر كثيرة جداً ولكن من يفكر الباحث العقلية المفتحة التي يمكن أن تأخذ المشكلة وتشخصها وتضع لها حل وتضعها استراتيجية ثم تعتمد هذه الاستراتيجية ضمن أخلاقيات وحوكمة الجامعة ثم تنطلق إلى التنفيذ كذلك مشاكل الفقر التمييز العنف الأسري الأطفال مثلاً الذين يعنفون أو المرأة التي تعنف كيف نضع حل هذه المشكلة ظاهرة الانتحار ظاهرة الطلاق وهكذا ظواهر اجتماعية الحل يأتي عن طريقة لأسر والجامعات البحثية المشاكل البيئية حقيقة الجامعات لها دور في إيجاد حلول المشاكل البيئية دائماً مستمرة حتى تحمي البيئة وتحسن من جودة الحياة التعليم والمجتمع الجامعات البحثية تعمل على تحسين نظام التعليم من خلال أبحاث التربوية هذه الأبحاث تساعد في تطوير مناهج تعليمية جديدة وأساليب تدريس مبتكرة وتساهم في رفع مستوى التعليم في المجتمع والجامعات أيضاً تساهم في موضوع السياسات العامة لأن هذه الجامعات عندها القدرة على الحصول على المعلومات تتمتع بالسلطة التي تؤهلها أن تأخذ معلومات من المجتمع وتحلل هذه المعلومات فإذن هي لها أيضاً الدور في موضوع صياغة السياسات العامة وتطوير سياسات عامة فعالة لصناع القرار في الدولة وفي الحكومة إذن الجامعات حقيقة البحثية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يكون لها الامباكت الأثر كلما زادت الجامعات البحثية في المكان في الدولة كلما هناك نمو وتقدم وتطور لا أقصد جامعات التقليدية التي تعطي الدروس العادية والمحاضرات والانتحانات والحفظ والدرخ وتأتي دفعة وتتخرج دفعة لا هناك بيئة تختلف كل الاختلاف لن يستطيع الشخص أن يستشعرها إلا الذي يعيش هذه البيئة يعيش هذه البيئة ويرى أثر حقيقة هذه الجامعات على البيئة بيئة تختلف عبارة عن سيتي مدينة مصغرة تشعب داع وابتكار ولها دور حقيقة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الابتكار عن طريق الشراكة مع المصانع والصناعة تطور من رأس المال البشري استثمارات البحثية وتحولها إلى منتجات دعم ريالة الأعمال أي شخص كان عنده روح لريالة الأعمال يأخذها يستقطب ويتم احتضانه في الانكيوبيتر في شغلة اسمها انكيوبيتر وشغلة اسمها اكسلراريتر المسرعات وفي الحاضنات وفي شغلة اسمها يونيكورن هذه الأكبر من الاكسلراريتر والانكيوبيتر وتساهم حقيقة جامعات في دفع عجلة الاقتصاد أيضا عن طريق البحوث طبعا الاجتماعية والسياسية وتحسين التعليم وأيضا حل المشاكل الاجتماعية طيب ما هي البنية التحتية للجامعات لما نقول جامعة بحثية ما الذي يجب أن يتوافر بهذه الجامعات البحثية حتى تكون هي جامعة بحثية طبعا أولى هذه الأمور هي موضوع أن المختبرات يجب أن تكون هناك مختبرات حتى تدعم البحوث المتقدمة هذه المختبرات لما تكون موجودة الباحث يمكن أن يبتكر يمكن أن تكون بيئة خاصة في التعليم والتجربة والتطبيق سيرتفع من موضوع التنافسية بين الطلاب والباحثين وأيضا يجب أن تشتغل على موضوع إجراء تعاقدات مع الجامعات الأخرى ومع الجامعات في الخارج هنا موضوع تعزيز التعاون لهذا دائما هذه الجامعات تركز على البراندينج الهوية الباحث تقول للباحث أنك لا تبقى يعني انطوائي في مكتبك وإنما يجب أن تظهر إلى العالم فدائما هذه الجامعات دائما ما تعمل على سقل مهارات للظهور لأن الباحث إذا ظهر الجامعة ستظهر إذا الباحث ارتفع الترتيب متى الرانكينج الجامعة سيرتفع ترتيبها لهذا دائما ما يعني الجامعات البحثية تدرب منتسبها على الانخراط بمجاميع بحثية وأذكر أنه تتحول المشاريع إلى مشاريع بحثية من عدة تخصصات يشتغلون بهذه المشاريع إذن هناك تعاون موضوع الكلابوريشن جزء أساسي في البنية التحتية بغض النظر عن البلدينج البنايات والمختبرات يجب أن تكون هناك ثقافة ثقافة للتعاون بين الباحث وباحث آخر بين الجامعة وجامعة أخرى كذلك باستخدام المنصات الرقمية أيضا كان لها دور كبير في موضوع التعاون داخل هذه الجامعات الشبكات الأكاديمية أيضا هذه من البنى التحتية المهمة جدا في الجامعة أنها تسهل من تبادل المعرفة والمعلومات وطبعا في الشبكات المحلية في الجامعة نفسها يعني مثل سيستم خاص بين الأكاديميين يتواصلون فيه مثل الواتساب ولكن خاص بالجامعة وفي بعض الأنظمة ملاعة دولية مثل رسيرج جيت وأكاديمية وأوركيد وأوريد وهكذا هي التي تعين على هذا الأمر أيضا ضمن الأمور الهامة ثقافة الشراكات مع الصناعة أنه هذه الجامعات الجامعات البحثية من ضمن البنى التحتية الخاصة بها أنها تتعاون أنها تستعين بالمختبرات الموجودة وفي المصانع الموجودة لإجراء بحوثها وتسمح في نفس الوقت أن هذه المصانع أن تستخدم الجامعة كبيئة لإجراء التجارب بعض الأجهزة مثلا غير موجودة في المصانع على سبيل المثال في مصنع معين مثلا أنا كانت في جهاز عندنا في ماليزيا اسمه iCAT هذا iCAT هو يعمل سكان للوجه عن طريق الـ 3D هذا موجود فقط في جامعتين في ماليزيا جامعة ملايا وجامعة الـ UKM لأن كان سعر الجهاز بذلك الوقت طبعا يمكن أن توفر هذا الجهاز جهاز iCAT يشتغل بالـ X-ray ماشين عن طريق الـ CBCT كومبيم كومبيوتر تومغرافي فكان فقط موجود في جامعتين من الحكومة كان سعر الجهاز فقط لتشغيل الجهاز 30 ألف دولار الجهاز يصل سعره إلى 200-250 ألف دولار الجهاز الواحد فهنا طبعا يهتاح استخدام هذا الجهاز عن طريق المؤسسات الطبية والصحية والمراكز التي تريد أن تعمل على التجارب فهنا لك نوع من الشراكات وهذه ضمن البنية التحتية الهامة في الجامعة التعاون الدولي طبعا التعاون مع الحكومة والمجتمع المدني التمويل المشترك الجامعات بحاجة إلى تمويل فدائما هناك تعاقدات في موضوع الاستفادة من المنح البحثية وفي التمويل حتى من داخل يعني في بعض المراكز البحثية ترصد مبالغ مالية لتطوير شيء معين فهنا تدخل الجامعة وتأخذ هذا الجرانت حتى تطور هذا الشيء ولا ضير منها هذه الجامعة تتعاقد مع الحكومة اليابانية مثلا حتى يطور جزئية معينة نوع من الطحالب الخضراء التي تعيش في ماليزيا فهنا طبعا فيه نوع من التمويل لهذه الشراكات تستفيد من عنده الجامعة وتحسن من البنية التحتية الخاصة فيها عن طريق الموارد المالية والبشرية إذن هنا هذه الفقرة البنية التحتية البحثية والشبكات التعاونية هي من العوامل الأساسية التي تساهم في نجاح الجامعات البحثية يعني وجود الانفاستركتر البنية التحتية المراكز المراكز البحثية في الجامعة المختبرات في الجامعة مع هذه الثقافة ثقافة الشبكات التعاونية تعتبر أن الأمور الأساسية في الجامعة من خلال توفير موارد متطورة ودعم بيئة بحثية محفزة تستطيع الجامعات إجراء أبحاث علمية وتقدمة تساهم في المعرفة ما هي التحديات التي تتواجه الجامعات البحثية كما هو الحال مع الكثير من المؤسسات ولا هذه التحديات المالية طبعا الاستدامة المالية والجامعة البحثية دائما ما تحاول أن تجد لها المورد الداعم الاستثمار الداعم قد تشتري مجموعة من الأراضي الزراعية أو قد تشتري أراضي سكنية قد تعمل على بناء مشاريع استثمارية خاصة بها تعتبر أذرع اقتصادية تمول الجامعة فهذه ضمن الحقيقة التحديات الكبيرة وإن كانت الحكومة تدفع لهم جزء يعني أذكر جامعة ملايا كان عليها ميزانية ثلاثة بالمئة من الميزانية كوالا لامبور أعتقد هكذا حسب ما أذكر يعني كان عليها ميزانية كبيرة ولكن لا تكفيها جامعة البحثية لا تكفي هذه الموارد فكان هناك أذكر حتى كان بروف غلط جاسمين قال ترى السر باقين إلى الآن بهذه القوة في عندنا استثماراتنا الخاصة في عندنا استثماراتنا في الجامعة الخاصة عندنا مجموعة من الأراضي الزراعية هذه كلها للجامعة أنه الانكم العائد يكون للجامعة فهناك تحديات كما هو الحال في الكثير من المؤسسات كذلك حقيقة الأجهزة والمعدات هذه الأجهزة حقيقة سعرها باهض الثمن ليست بالشيء البسيط يعني جهاز واحد في جامعة ملال في كلية طب الأسنان كان سعره 250 ألف دولار جهاز واحد اللي هو الـ i-cat machine الصوفتوير كنا نستخدمه سمبلانت صوفتوير كان سعره 30 ألف دولار الترخيص الخاص فيه هذا بالإضافة إلى البحوت بالإضافة إلى فكان هناك يعني أي جهاز في الجامعة يعتبر ذات تكاليف باهضة فهذه كلها ضمن التحديات أنه أيضا الأكسبرت اللي يشتغلون الخبراء اللي يشتغلون هذه الأجهزة قد يؤتى بهم من الشركات وتدفع لهم رسوم خاصة حتى تستدام هذه الأجهزة ويتم دائما عمل الصيانة اللازمة لها يعني فهذه ضمن التحديات وتقلبات طبعا التمويل والمشاكل الإقصادية والتضخم كلفة التشغيلية التحديات الإدارية وحقيقة الكثير من الأمور أنا أسير سريعا لأباقي عندنا بضع دقائق الحوكمة الجامعات تحتاج إلى أنظمة حوكمة قوية وشفافة يعني في في جامعة ملايا وأكيد بقية الجامعات أنا أذكر لأن شيء متيقل من عنده وشاهدتها بعيني ما ينصرف فلس واحد إذا ما عن طريق السيستم والسيستم يمر بمجموعة إجراءات أنه يأتي الباحث يذهب هو يشتري الجهاز مثلا ويأخذ الوصل ويدخل إلى السيستم ثم البي آي البرونسبر انفستيجيتر يطلع على هذا الجهاز مع الوصل ويوافق عليه ثم يذهب إلى الجهة الثانية ثم يذهب إلى المالية ثم يصرف فما في أي مجال ولا واحد بالألف أن هناك نوع من الاختلاص أو الفساد لأنه عبارة عن نظام وفيه أكثر من شخص يتحكم بهذا النظام وينتقل من حالة إلى حالة فما فيه هناك كاش يدفع مباشرة للباحث وأنما الكاش بعد ما يتم الموافقة عليه يذهب إلى الحساب البنقي الخاص بالباحث لأن فيه وجود يعني بنية تحتية مالية محترمة وقوية وكفوئة في الدولة فإذن هنا الجامعات البحثية تحتاج إلى من ضمن تحدياتها تحتاج إلى أنظمة حقيقة تدير هذه الجامعات فيه أموال وفي ستاف وفي وفي معدات فيجب أن يكون نظام شفاف ومحوكم بطريقة قوية حتى تضمن فعالية يعني أعضاء المجتمع الأكاديمي وكذلك الجهات المانحة لأن قد تأتي جهة مانحة وتعطي للجامعة خمسة مليون دولار طيب أين ذهبت هذه الخمسة مليون دولار ما الفائدة التي تحقق منها هذه الفلوس فأذكر كان في منحة عندنا من وزارة التعليم العالي الماليزي HIR Grant هذا HIR High Impact Search Grant كان يجب أن تكون هناك مخرجات في KPIs في مؤشرات فيجب أن تكون كل باحث يحصل على تمويل من هذه المنحة يجب أن ينشر أربع بحوث علمية Q1 ISI Q1 وكان قيمة المنحة بوقتها كان تقريبا مئة ألف رنقة ماليزي ففي بعض المؤشرات حتى الجامعة تضمن المخرجات لأنها أخذت منحة من الوزارة فشيء مرتبط بشيء وهناك حوكم طيب تعليم الرقمي طبعا الخصوصية ضمن التحديات يعني الخصوصية الحفاظ على المعلومات والبيانات والستراتيجيات قوية لحماية البيانات والمعلومات الحساسة أيضا حقيقة ضمن الأمور الهامة في الجامعات وموضوع الملتي ديستفليناري التعاون بين مجالات متنوعة في التخصصات حتى يتم تطوير برامج تعليمية وبحثية تتداوز الحدود والتقليدية للتخصصات هذه ضمن التحديات إذن الجامعات حقيقة البحثية تواجه تحديات متعددة تشمل التمويل كما ذكرنا ويجب أن تفكر في موضوع تمويل خارجي بالإضافة إلى قد تكون أوقاف أو قد يكون استثمار خاص فيها الحفاظ على الاستدامة المالية أيضا هناك تحديات إدارية تحديات تنظيمية تحديات متعلقة بالتغيرات الخاصة في التقنية وكذلك التغيرات العلمية التعامل مع هذه التحديات يتطلب استراتيجيات متكاملة ومرينة تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة التعليم جودة التعليم أمر هام جدا لهذا وزارة التعليم العالي دائما ما تراقب موضوع الجودة التعليم وبالتزامن مع موضوع البحث العلمي وتطوير بيئة محفزة للابتكار والتقدم العلمي من خلال التكيف والاستجاب الفعال لهذه التحديات يمكن الجامعات البحثية أن تستمر في دورها الحيوي في دفع عجلة التقدم طبعا من ثمن الجامعة جامعة هارفارد تعتبر جامعة بحثية تأسست في سنة 136 وفي مجموعة واسعة من البرامج تدعمها جامعة ستانفورد يونيفورسيتي يونيفورسيتي أوف كامبرج توكيو يونيفورسيتي جامعة في اليابان المعهد السويسري التكنولوجيا في زيورخ في سويسرا وحقيقة لها جملة من الإنجازات يعني على السريع جامعة هارفورد في عندها مشروع اسمي جينوم الإنسان تشتغل عليه وفي تفاصيل كثيرة جامعة ستاتفورد طورت أو أسست شيء يسمى بالسريكون فالي كثير من المختراعات الآن التي نراها ونستخدمها حتى نستخدمها في الحياتنا اليومية هي جاءت من سريكون فالي وهذا السريكون فالي هو أنشئ عن طريق ستانفورد يونيفورسيتي وخاصة الآن موضوع الذكاء الاصطناعي والبرامج التي نراها جامعة كامبرج في عندها مختبر اسمه كافنش اعتبر مختبر من أهم المراكز الخاصة في الأبحاث الفيزيائية الكثير من الظواهر الفيزيائية في هذا المختبر وجامعة توكيو وهكذا تطوير الأجهزة والمعدات والطائرات إذن المستقبل ما هو المستقبل هذه الجامعات هي تهتم في موضوع الابتكار والتكنولوجيا في جامعات البحثية دائما تكون هذه الجامعات في طريعة الابتكار دائما ما تطور لأنها مع المجتمع التطوير التكنولوجيا المتقدمة دعم ريالة الأعمال والابتكار لازم الجامعة البحثية في عندها بيئة تحتضن فيها المبتكرين تحتضن فيها الأفكار البحثية الابتكارية وفيها أيضا شيء يسمى بالأكسلوريتر مسرعات الأعمال أيضا موضوع التعدد التخصصات في هذه الجامعات التعاون كما ذكرنا نعم أذكر آخر شيء وهو موضوع التجربة الماليزية في الجامعات البحثية لأن ساعة واحدة خصت لهذه طبعا هنا الـ popular university ranking system هذه كذكر لأشهر الأنظمة التي تعطي تصنيف للجامعات وطبعا أغلب هذه الجامعات المذكورة هنا لم تكن جميعها هي جامعات بحثية research university لأن واحدة من معايير التقييم البحث العلمي فمثلا عندنا الأشهر هو الـ QS world university ranking بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات ولكن معيار رئيسي من المعايير هو موضوع البحث العلمي من كم عدد البحوث العلمية التي تنتجها هذه الجامعة فاللهذا تعتبر أي جامعة مذكورة في الـ QS ranking تعتبر هي جامعة بحثية research university طبعا times higher education world university ranking يعتبر أيضا في أروى academic ranking of world universities في أيضا US news and world reports في CWTS من جامعات ليدين رانكينج تركز على جامعات التي لها impact لها أثر والwebometrics المختصة في الويبسائت الخاص بالجامعات لهذا الويبسائت الخاص بالجامعة مهم جدا لأن في معيار في العالم يمكن أن تشتغل عليه الجامعات ويرتفع تصنيفها في الwebometrics رانكينج 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 وفي طبعا مؤخرا تم إعلان عن Arab رانكينج فورن تابع لاتحاد الجامعات العربية فهذا المشروع الأخير تقريبا هو تأسس العام الماضي يمكن أن أفصح عنه الخاص من موضوع تصنيف الجامعات العربية نعم طبعا التجربة الماليزية في الجامعات البحثية التجربة الماليزية تعتبر من تجارب رائعة ورائدة في خطوات استراتيجية استخدمتها الحكومة الماليزية فمشت على هذه النقاط الهامة في موضوع تحويل جامعاتها إلى جامعات بحثية كانت ليست جامعات بحثية سابقا ولكن أخذت هذه استراتيجية وحولتها أولى هذه الخطوات كانت في موضوع السياسات الحكومية والدعم المالي أنه إنشاء صناديق تمويل خاصة لدعم هذه الجامعات إنشاء صندوق اسمه صندوق تمويل اسمه صندوق أبحاث التعليم العالي في أيضا مشروع آخر اسمه صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفيه مشروع اسمه الـ هذه الأشهر كانت في ماليزيا فهذه الحقيقة الحكومة نفسها لما تنشئ هذه الصناديق وتطلب من الشركات والجهات المانحة أن تمويل هذه الصناديق لأن الأموال هنا ستذهب إلى جامعات لتطوير البحث العلمي استشعار الحكومة والدولة والقيادة بوضوع البحث العلمي وأهميته في المجتمع حقيقة أمر هام جدا فخصصوا ثلاث وإذا لم تكن أكثر ولكن هذه المشهورة يعني ثلاث صناديق تمويلية كدعم حكومي لتمويل الأبحاث أيضا حقيقة الأمر الآخر فيه أكثر من سبعين جامعة موجودة في ماليزيا ولكن الحكومة الماليزية قامت بفصل خمس جامعات وقالت هذه الجامعات الخمسة جامعة ملايا جامعة العيوم الماليزية USM جامعة UPM جامعة بويترا وجامعة تكنولوجية الماليزية UTM وكذلك UKM الجامعة الوطنية الماليزية هذه خمس جامعات حكومية قالت الحكومة الماليزية أنها جامعات بحثية فالدعم من هذه الصناديق يذهب إلى هذه الجامعات لأنها جامعات بحثية وبواقتها طبعا كانت الفكرة أنه يتم التوسع بعدما يتم أخذ هذه الجامعات كمرحلة أولى وتحويلها إلى جامعات بحثية لهذا الاتجاه كان أنه دعم النشر العلمي والتحفيز والمنح والبيئة هنا طبعا الجامعة لا تطلب من الباحث أن ينشر فقط ولا توفر له البيئة والتدريب والإمكانيات والخبراء والاستشارات والمكتبة والاشتراكات يجب كلها أن تكون ضمن البيئة الخاصة بهذه الجامعة أيضا حقيقة المحور الثالث هو البنية التحفيز المتقدمة هذه الجامعات أنشأت حقيقة مراكز بحثية المتقدمة يعني على صعيد العمران البناء كذلك توفير التكنولوجيا الأجهزة الخاصة في هذه المراكز المختبرات يعني فيها كثير من الأنفاق وكان بعض الأجهزة تأتي من اليابان بعضها من الصين بعضها من أمريكا وفيه إنفاق حقيقة فيه إنفاق كبير على هذا الموضوع موضوع أنه بناء المختبرات بطريقة حديثة وفق المعايير العالمية النقطة الأخرى هو التعاون التعاون الدولي بشراكات عالمية جامعات الماليزية أنشأت مجموعة من الشراكات مع المؤسسات البحثية مع الدول الأخرى المتقدمة الأفضل منها أجرة التفاقيات ووقعت مجموعة من الأمويوز والتفاقيات تعاون وذكرات تفاهم حقيقة لموضوع التبادل المعرفي بين الباحثين أنه في الأستاذ والأستاذ الزائر واستقطاب الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للعمل في الجامعات الماليزية واستفادت حقيقة من بعض الإخفاقات التي حدثت في الدول العربية فاستطاعت احتضان الباحثين المتميزين ووفرت لهم مجموعة من المنح واشتغلوا بمجامع بحثية فحقيقة صار هناك ارتفاع لموضوع رانكينج الاستفادة تحويل المحن إلى منح جاءوا كثير من الباحثين كانت واحدة من الجامعات الماليزية اسمها جامعة يونيتين تسمى جامعة الأنبار بسبب وجود العراقين اللي فيها جامعة الطاقة الوطنية الماليزية لفترة من الفترات كانت تسمى جامعة الأنبار بسبب وجود العراقين اللي فيها الباحثين العراقين وطلاب الدراسات العلية حتى الأساتذة اللي موجودين فيها تنمية الموارد البشرية استراتيجية تبعتها الحكومة الماليزية أنها موضوع التدريب كان هناك غلو في التدريب بمعنى الكلمة غلو في موضوع التدريب وتطوير لعضاء هيئة التدريس حتى الباحثين بل حتى طلبة الدراسات العلية يجب أن تلتحق بهذه الدورة التدريبية يجب أن تفتحك حساف في الأوركيد يجب أن يكون عندك وجود على ويكيبيديا يجب أن يكون عندك حساف في ريشارج جيت وتتعلم كيف ترفع بحثك على ريشارج جيت فحقيقة هذه كان هناك توفير برامج تدريبية وحتى منح دراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في الجامعات في الخارج والاستفادة من الطلاب الموجودين في الجامعات لتطوير الجامعة زيارة الإنتاج البحثي هناك حث من ينشر كيوان له هكذا منحة مالية دائماً هناك حث وتشجيع وتحفيز والهام في موضوع النشر في المجالات العلمية المصنفة حتى يرتفع تصنيف الجامعة ولاحظنا تحسن ملحوظ في تصنيف الجامعات الماليزية على مستوى العالم نحن تحدث عن أفضل مئة جامعة في العالم يعني الـ U.M ضمن أفضل مئة جامعة بالعالم الـ U.K.M أعرف أن نصل تصنيفها كل هذه الجامعات المذكورة الخمسة الآن ضمن أفضل مئتي جامعة في العالم الـ U.P.M والـ U.S.M والـ U.T.M طبعاً ريادة الأعمال أيضاً خطة استراتيجية أنه هي هذه الجامعات البحثية تشجع على الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الناشئة أو المبادرات والتجارب هو ما منصة أريد ببعيدة عن هذا الموضوع لما ذهبنا إلى الجامعة وتكلمنا مع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة البحث العلمي كان هناك احتضان بشكل سريع للموضوع للفكرة يعني لو لو أذكر لو مثلاً واجهنا نوع من عدم القبول أو الرفض كان يمكن المشروع خلاص انتهى يعني أنا يمكن أن تقول لي الجامعة أنت الآن تدرس بي أج دي كان في وقتها بي أج دي ولا يحق لك أن تعمل مشروع توقف عن هذه الأفكار التي ستؤذيك وتؤذي المجتمع وتؤذي الجامعة وخلاص أنا أشيل الفكرة من بالي نهائياً بل بالعكس كانت الأبواب مفتوحة في هذه المشاريع وقالوا نوفر لك البنية التحتية نوفر لك الأكس بيرس نوفر لك ما تريد من الإطلاق هذا المشروع على أن تضع اسم وشعار الجامعة في المحافل والمؤتمرات التي تنظمها لهذا هنا تحويل الأبحاث إلى منتجات عن طريق ريادة الأعمال ودعم تحويل نتائج البحوث إلى منتجات وخدمات تجارية وتساهم في التنمية الاقتصادية هذه استراتيجية تبعات الحكومة الماليزية تقريباً هذه هي النقاط الرئيسية موضوع أيضاً استدامة التمويل يعني الحكومة الماليزية في منحة في منحة مالية ولكن تشجع الجامعة أن يكون لها مواردها الخاصة فيها تشجع الجامعة على أن تأخذ فند من خارج المكان اذهبوا في أذكر كان في واحد من المحاضرات شرحوا لنا على كل أنواع الفنس الموجودة في العالم قالوا هذا صندوق التمويل القطري مثلاً قدموا عليه هذه مواصفاته وهذه شروطه هذا التمويل من اليابان هذا التمويل من الصين هذا التمويل من فلان فيشرحوا لنا كيف نحصل على التمويل يعني لأن هناك شحة ومشكلة وتحدي في موضوع استدامة التمويل وأخيراً أبشركم بنهاية هذه المحاضرة أن منصة أريد تعمل على أطلاق موسوعة اسمها موسوعة أريد الجامعات التواصلية هذه الموسوعة ستنطلق بإذن الله تعالى على هامش فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر وستكون هناك نسخ أيضاً فيها الجامعات التي تم تصنيفها من منصة أريد على أنها جامعات تواصلية والجامعات التواصلية أن العضاء في المنصة يتمتعون بالتواصل العلمي عن طريق مجموعة من المؤشرات والمعايير عدد الزيارات التفاعل للباحث المنشورات البوستات كم شخص يتابع هذا الباحث فما هو جهود هذا الباحث النوعية والكمية التي وثقها في داخل المنصة فتم أطلاق شيء يسمى بالسي اندكس معامل التواصل العلمي خاص بالباحث وانعكس على الجامعة فانتقينا مجموعة من الجامعات التي توافرت بها تقريبا خمس معايير وشروط ودرجت في هذه الموسوعة موسوعة أريد الدولية للجامعات التواصلية تنطلق على هامش فعاليات المحفلة العلمي الدولية رابع عشر تحت شعار التنمية المستدامة الجامعات تدورها في موضوع التنمية المستدامة كل الشكر والتقدير لحضراتكم وان شاء الله كانت محاضرة مفيدة نوعاً ما في بعض جزئياتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك مننا أيضاً كل الشكر دكتور سيف السويدي على هذه المحاضرة القيمة الرائعة وبحق منصة تريد تعد الآن جهة استشارية للجامعات للانتقال إلى صفة الجامعات البحثية فهي ذات خبرة واسعة بحكم هذه المسيرة الطويلة مع البحث العلمي والباحثين والعلماء والخبراء العرب والناطقين بالعربية وهذه الانتقالات بين الدول والشعوب والحضارات التي أضافت إليها الكثير واليوم من أربيل ومن كردستان العراق حيث يلتقي هذا الجمع المبارك في حفل الافتتاح للمحفل العلم الدولي الرابع عشر طبعاً البرنامج في هذا المساء لدينا جلسة مفتوحة يديرها الدكتور سيف السويدي فيما بعد حول المشروع الرائد لمنصة أريد العلمية العالمية وهو جامعة أريد العالمية فإذن ابقوا معنا على تمام الساعة التاسعة والنصب تحديداً وفي هذه النصب الساعة الملتبقية نأخذ المداخلات والأسئلة التي رفعت فيها الأيدي وندعو الدكتور سيف ليكون قريباً للإجابة على هذه الأسئلة التي تصل إليكم أو تصل منكم عفواً نبدأ بالسؤال أو مداخلة وهو موضوع حقيقة أثار كثير من الأسئلة نبدأ أولاً بالأستاذ الدكتورة محاسن إدريس الهادي فأدعو الفريق الفني لإتاحة الصوت لها لأخذ مداخلتي دكتورة محاسن إدريس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محاسن إدريس الهادي مستشارية التأصير رئاسي جمهور السلام سابغاً ودائرة التأصير بتعليم العالي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أنا أشكر جداً جداً محاضرة قيمة اللي أنا سمعتها قبل شوية ولديها لاختصاراً للوقت مخترحين وسؤال في الحقيقة خاص بالمصطلح بعض المصطلحات بالنسبة للجامعات البحثية مصطلح الجامعة البحثية ومصطلح الجامعة الربحية لأنه في ما يعرف بالجامعات الربحية وأيضاً في يعني ما يعرف في المعاهد والمراكز المشاريع البحثية الثلاثة مصطلحات ديل يجب أن أجد علاقة معناتهم يجب أن تكون في تعريف لهم بصورة شوية أشمل بالنسبة للسؤال الثاني بحسب شغلية على مستوى القرار في رئاسة الجمهورية أو في الدولة لاحظت أنه في بعد أو علاقة بعيدة جداً جداً بين التعليم العالي والجامعة بشكل عام وبين الدولة فعشان الجامعة تكون يعني أستفيد منها على مستوى الدولة شنو العلاقة في الربط المؤسسي بين الجامعات البحثية والدولة خاصة في الوزارات عندنا نحاية بسم خاص للبحوث بسم البحثة العلم في كل وزارة في استشارات بحثية ده كل موجودة ولكن العلاقة بعيدة بعيدة للغاية فكيف نقدر ننهض بالجامعات البحثية على مستوى الدولة يعني يكون الكلام ما يكون مجرد seamăng الحاجة التانية التخطيطة الاستراتيجية على مستوى الدولة يعني التخطيط الاستراتيجية على مستوى الدولة فيه عند وزارات وعنده أشياء كمه أيضاً العلاقة بين مؤسسة التخطيط الاستراتيجي للدولة وبين هذه الجامعات البحثية يعني تقريباً كل الأسئلة في الحتة دي بتجرد في إنه حسب شغل السابق في الرئاسة القرار وبين الجانب العلمي البحثي وشكرا لكم وربا إن شاء الله يوفقكم المخترح طبعا الأول إذا سمح ليا لماذا تكون الجامعات البحثية سريعا تكون هناك مجمع مؤسسي واحد لرابطة أو شيء يجمعهم في بعضهم عشان فقط يكون فيه تنظيف وتنسيق والدفع للآخرين من نسبة للجامعات الأخرى وتدريب وتبادل والأشياء الممكن تتبادل بين أجل والحاجة المخترحة الثانية يعني تكون فيه صندوق أيضا تكافلي فكري ده مصطلح مني لكن المهم أنه فيه ناش كثير يجبونين لدار الساهم وهما ما لهم علاقة بالجهة الصناديق التمويل والحاجات الرصية هم ممكن يكونوا من الشعب عام فيالي تكون فيه صناديق أيضا زيادة بالنسبة لصناديق التكافل الفكري عشان حتى فيه السادسة وقراب نعم دكتور شكرا شكرا لكم شكرا لك أيضا على هذه المحترحات وهذه المداخلة القيمة نأخذ مداخلة الدكتور طارق دكتور طارق الحمد لله أيضا دكتور طارق الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام دكتور طارق الحمد خبير بيئي موقيم المملكة حقيقة محضرة قيمة جدا جدا وممتازة يعني بالذات وهي ممكن من متابعاتي السابقة ممكن في سباق الأمم وكان فيه يعني متاخلات كثيرة جدا فسألت السؤال لكن الإجابة لم تكن بالشيء اللي قلت متواقع وذكرت الآن أيضا كتعليق هناك ما يسمى بالغصل الأخضر بزاد في ملاكس أو جامعات بحسية أوروبية وده تقريب شاهدت أنا في واحدة من القنوات لم أعتقد البي بي سي وجابت كلام خطير جدا يعني مسألة يعني أنا أنتج يعني خيرة الباحثين خيرة بمفهومهم هم يعني وأنتج حقائق ليست بالعلمية لكن أقنع داع العالم أنه والله هي حقائق علمية وأبحاث تتجه بالذات في مسألة الشركات يعني بالذات في القطاعات المعنية بالمنتجات وغيره وذي محاضرة ممكن قدمتها قبل كدعام مسألة الجرين لندري اللي هو القصد الأخضر والإنفيرومينتال لندري فدي مشاكل كبيرة جدا بتواجه الباحثين يعني شخص تستغلوه مثل هذه المؤسسات وعالمية وتجينا بحقائق ليست علمية صحيحة مؤكدة لكن هي تأكيدة ليه وكل الجامعة تغيرت بها وكل الباحثين وكل المراكز الأخرى وتصبح كأنها حقيقة علمية فدي مشكلة الآن التغريدة كان صراحة شد انتباهي شديد جداً في قناة البي بي سي على ما اعتقدت عليه فأنا داري شوف هل وغسل الأخضر ده فيه كنترول عليه وفي الجامعات البحثية أم لا معرك الله فيكم ولهذا العالم القدير دكتور سيف سويدي شكراً لك دكتور طالق على هذه المداخلة ويجيب الدكتور سيف فيما بعد دكتور ناصر تفضل دكتور ناصر أو دكتور ناصر دكتور ناصر تفضل إذا تتمكن من فتح الصد نعم 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 طالعا مزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله مزاكم الله بالخير كثرة لخيركم أعتقد أن هذا موضوع مهم في قضايا الجامعات البحثية لكن أنا أتساءل دائماً أليست الأبحاث جزء من العمل الأكاديمي؟ يعني أنا أعتقد إحنا ما نحن محتاجين إلى جامعة بحثية إحنا محتاجين إلى أن نجعل البحث دايداً كل مادة نقوم بتدريس في طلباتنا إلا حتى نحن ندرسهم مادة البحث العلمي كمادة لكن لم يقوموا بتجربة البحث العلمي على كل مادة يأخذونها وكنا نتمنى أن يفرض على كل طالب وطالبة خلال الكورس أن يقدم على الأقل 15 صفحة بواقع 250 كلمة ثم يقوم يقدم الدفنس كأورال بريزنتيشن نعلم مهارات الإقناع الآي كونتاكت والبادي لانجوج والأمور هذه كلها ويخرج الطالب في نهاية المرحلة الجامعية بما لا يقل عن 750 صفحة مكتوبة جمع المعلومات وحللها وحط الرفرنس والفوت نوت والبيبليغرافي ثم ما يتخرج إلا إذا جاء بمشروع تخرج يستطيع أن يحول كل هذه الأفكار أو كل هذه الأبحاث اللي قام فيها إلى مشروع للتخرج الشيء الآخر لما نعمل جامعة بحثية أو جامعة تقليدية تقوم على البحث العلمي وتحترمه وتعلمهم رصالة البحث العلمي وأهميته في تقدم الأمم لا يمكن يكون عندنا فقط استثمارات تقليدية أو دعم من الدولة يجب أن نقيم الأوقاف كل شيء انتهى في الإسلام إلا الوقف بقي على حاله وبالتالي كان مفروض نحصل على أوقاف وهذه تأتي عن طريق عدة مجالات طرحناها واحدة منهم أن يدفع الطالب بما يسمى وقفا عن روحه لصالح الأحياء من بعده عن طريق الشراء وثائق التأمين التكافلي الإسلامي ويقوم كذلك أعضاء حيات التدريس والهيئة الإدارية والمعاونين داخل الجامعة لهذا الأمر بالإضافة لرجال الأعمال والجمعيات الخيرية وغيرها وأن يتحول الدعم الحكومي من دعم تقليدي كل سنة من ميزانية يتحول إلى وقف يحبس أصله ويصرف ريعة على الجامعة وأن يطبق مبدأ الثواب والعقاب أن الأصل في تعليمك يا ولدي أو يا بنتي تعليمك مجاني بشرط تنجح بس إذا ما نجحت تدفع والدفع لا شروط إذا جبت A معفي إذا جبت B تدفع 20 C تدفع 50 D 80 راسب 100% أيضا في قضايا البحث العلمي طال عمرك لابد من الربط مع العلامات التجارية مثلا عندنا بالكويت عندنا مثلا جينو موترز عندنا فورد عندنا أل جي سامسنج أو غيره هؤلاء هذه العلامات التجارية عققت مليارات من ورانا في العالم العربي ماذا دفعت لنا كإنكم تاكس لم تدفع شيء لا هي ولا وكلاها وبالتالي طلبنا أن تعطينا كل منحة كل علامة تجارية وتم تقديرهم بحدود 200 ألف علامة تجارية مسجلة رسميا بالكويت محمية بقانون الملكية الفكرية كل علامة تجارية تدفع منحة دراسية أو تدريبية للدولة بواقع 70 ألف دولار لغطي مصاريف حياتنا في الغرب وأقل حسب كل دولة بحيث نحصل عليها إحنا ما طلبنا 200 ألف بسهولة إحنا نبي كفايلت لو ألفين لو أمثين منحة ونفس المنطق من وكلاءها أنا أعتقد أنها رح نحقق نقلة نوعية في قضايا البحث العمي والتطبيقات العملية باستخدام العلامات تجارية عن طريق وكلاءها وعن طريق يعني الشركات اللي قاعدة تمخر عباب العالم العربي تأخذ مننا ما تشاء ولم تعطينا شيئا ولم تنقل التكنولوجيا ولم توطنها ولم تصنع لنا فرص عمل هذا رأيي والله أعلم وأنا بتظهر ردودكم جزاكم الله خير إن شاء الله شكرا سيجيبك الدكتور سيف لمنصة تريد مشاريع وقفية إن شاء الله يحدثنا عنها الدكتور سيف ننتقل للدكتور محمد الشهران سليتفضل بمداخلته دكتور محمد لو تتمكن من فتح الصوت تكرما طيب محمد الشهران عفوا دكتور محمد تفضل أول شيء أشكركم على هذه المحاضرات تقيموا على هذا المحفظ القائمين من أداريين ومشرفين أيضا مدارة لهذه المحاضرة شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الطيبة وأن دلت على شيء تدل على قيمة الأبحاث العلمية وأذرها على المجتمع ككل أيضا أود أن تكون هذه المحاضرة والمداخلات التي يقوم فيها جميع العزيزين في هذه المحاضرة أن تترجم الواقع وأخذها على محمد جد في حال قضايا الأبحاث وخصوصا أن هناك أصبحت المشكلة المادية وظروف الأتصادية التي تعصف في المجتمع العربي هي أكبر تحدي أما بالبحث في وضع إمكانياته وبحثه ضمن الأبحاث القيمة والعالية ذات المستوى والجودة العالية وأثرها على المجتمع وخصوصا أن تتعلق بمعالزة مشكلة معينة أو ظاهرة معينة في المجتمع العربين حبذ لو يكون هناك دور لهذا المحفل في أخذ هذه النتاج والعمل فيها مستقبلا وشكرا لكم مرة أخرى على هذه المحاضرة وهذا المحفل الكبير والقيم بحد ذاته السلام عليكم وشكرا لك دكتور معند الشهران على هذه المداخلة وسأجيبك الدكتور سيفي ما بعد دكتور أحمد دكتور أحمد بن مصطفى راجع السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا الأستاذ أحمد على هذه الإطلالة القيمة والمفيدة هذه المتابعة الرائعة لهذه هكذا منتقيات وأشكر كذلك من خلالك الأستاذ سيف سويدي على تلك المحاضرة القيمة الشاملة التي وضحت كثيرا من الأمور أنا أثني على رأي الأستاذ الفاضي الذي تقدم آنفا على أن تترجم هذه الأعمال إلى واقع حقيقي جدي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى خير هذه الأمة وأتمنى لكم التوفيق والسداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شكرا دكتور أحمد هناك في المداخلات ذكرت أين نجد هذه المحاضرة القيمة موجودة طبعا في البث المباشر في حسابات المنصة أريد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وتويتر وإنستغرام يمكنكم المتابعة وإعادة ممكن تسجيلها وإعادة تحفظها فيما بعد وأكترح على المنصة أن تفردها بيعني تشجيل خاص لما لها من أهمية التي تطلبها تعفن الجامعات ننتقل من داخلت بروف دكتور راندا ألذيب ثلاثة لفض الساعة الخير بشكر حضراتكم على المحفل الجاميل وبالتوفيق وكل سنة وحضراتكم طيبين وبنسبة العام الهجري الجديد وفعلا دي بشرة خير أن أول يوم للمحفل يبقى بداية عام جديد وكمان اليوم مميز يوم سبعة سبعة الرقم مميز ما شاء الله بحيي جميع الحضور بحيي حضرتك مقدمنا العزيز ما شاء الله على اللغة وعلى اللباقة وعلى التنظيم بحيي الدكتور سيف السويدي ما شاء الله عليه محضرة أكثر من رائعة وإن شاء الله أن نرجع لها مرات ومرات بحب بس أضيف أن فعلا دور الجامعة مهم جدا في توفير دورات للطلاب لأولياء الأمور إزاي يتعاملوا مع الطلاب ويحتووهم برضو توفير دورات لإعداد الإنسان يعني الطفل لازم يتعد صح عشان هو هيبقى الشاب بالمستقبل هو اللي هيبقى المسؤول عن المستقبل بتاعه ومستقبل جامعته فلازم فعلا نعدهم إعداد صحيح وكمان عايز أقول كمان دور الجامعة لازم يبقى لها دور في الترفيه في اكتشاف المواهب اللي الطلاب عندها موجودة اللي بيبقى جميل جدا لما يبقى الطالب في جامعة ويبقى بيزود انتماءه إن الجامعة دي اكتشفت مواهب عندي نمتها صعدتها لفوق وده اللي احنا بنعمله عندنا في كامعة طنطة في مصر والحمد لله في اليوم مبادرة ابني ابنك صح عامل شغل جميل ودي كانت برضو الجامعة متبنيها ودي حاجات جميلة لو الجامعة تتبنيها في محاضرة دكتور سيف السويدي وشكرا للمحاضرتكم السلام عليكم شكرا لدكتور بروف رندا قديب على هذه المداخرة لدينا مداخرة من دكتورة هدية يوسف فلتتفضل دكتورة هدية لو تتمكني من فتح السلام عليكم وعليكم السلام نسمعك كل سنة وأنتو طيبين وبشكرا لدكتور سيف عن الشرح المهم جدا وعلي هذه المحاضرة مهمة وبشكركم كلكم على تقديم هذه المحاضرة بجل أنا سؤالي للدكتور في ظل الحروبات وفي ظل الكوارثة الطبيعية مثلا زي عندنا في سودان الحرب التي قامت حاليا في بحوث وفي أبحاث كثيرة جدا حبيثة الطبات وحبيثة الأجهزة فبسأل الدكتور في هذه الحالة ما هي الخطة البديلة لإسترداد هذه الدراسة المستقبلية مثل هذه الظواهر التي تحدث فجأة وشكرا جزيلا وأشكركم مرة ثانية شكرا دكتورة هدية وسيجيبك دكتور سيف ننتقل دكتور أحمد قوادري فليسفضل دكتور أحمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته أحياكم الله دكتور أحمد وتحياتي إليك وإلى الدكتور سويدي على المحاضرة فقط لدي سؤال بسيط نحن نعلم جميعا أن أقريبا كل جامعات فيها مخابر بحث وما إلى ذلك فما الأساس الذي يعتمد عليه في تصنيف الجامعات على أنها بحثية أو غير بحثية فنرجو من الدكتور سويدي أن يجيبنا على هذا السؤال وإلا أن الله فيكم وراء أخر السلام شكرا شكرا دكتور أحمد دكتور صالح بالحال دكتور صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا مرحبا وسهلا يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين على تحت الفرصة دكتور أحمد الجنابي يعطيكم العافية دكتور سيف السويدي الله يقويكم إن شاء الله وأكيد ما شاء الله المحفل فعلا فعلا في الافتتاع أنا عندي مخترحين إن شاء الله أتمنى أن يترى النور إن شاء الله بما يخص الأمور البحثية وكذلك بحوث وان كانت الطلبة أو الباحثين اللي هم مستمرين في أمور العمل البحثي وغيرا أتمنى إن شاء الله على مستوى نكون على مستوى الوطن العربي إن يكون فيه منصة المنصة هذه توحد أول شي فيها المعايير الخاصة بالعمل البحثي ومن خلالها هنا يكون فيه فريق عمل الباحث هذا لما يسوي البحث يخلص ويقدم بحثه ويكون يأخذ الاعتمادات اللي هي مطلوبة من إن شاء الله بتكون فيه منصة اللي هي بتحطي فيها النقاط الموحدة على مستوى كل الجامعة على مستوى الوطن العربي هنا دور المنصة كذلك فيه تدعيم العمل البحثي هذا من ناحية النشر من ناحية الترجمة من ناحية التسويق حتى لو كان فيه تسويق من ناحية كذلك هنا لما نحن يكون عندنا دائما نحن في علم الاجتماع كهذا كاترا في علم الاجتماع فيه اللي هون نق يسمونه البديل الضعيف أو البديل القوي فلما تكون أنت عندك البحث والبحث هذا صار فيه احتياج له في السوق أنت هنا قيمة البحث ما لك يرتفع ويرتقي الناس تطلبك لكن المستوى اللي وصل يعني للأسف يعني يمكن أنا من وجهة نظري الشخصية يعني متواضعة أنه صار السوق ما يلجأ حتى ولا يلتفت للمراكز البحثية أو البحوث إلى آخره طبعا هذا يعتبر بالنسبة لنا كنقطة طلب نقطة ضعيفة فالمنصة هذه إن شاء الله تقوية من نقطة القوة عندنا كباحثين وفي نفس الوقت تجذب المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة لطلب البحوث والباحثين اللي أعطاهم النقاط اللي ممكن يمشوا عليها واستراتيجيات اللي يمكن يمشوا عليها أو يأخذوا بالتوصيات والنتائج اللي يتعفيها الباحث ويجتهد ويبدل مجهود كبير وممكن تأخذ من عنده أكثر من سنة وسنتين لتجهيز بحث معين خاصة إذا كان البحث عن مستوى جامعي ليني مثلا الدكتوراه والآخر نعم أتمنى أن هذا يشرق وترى النور اللي هي المنصة هذه وتخطي اعتمادات على مستوى الوطن العربي بالكامل وهني تلتفت الجامعات والمراكز اللي يوجد إليه بحيث أنها تأخذ المعايير وتكون في معايير موحدة لأن الأسف صارت الجامعات كل جامعة حتى على مستوى نفس الدولة لها بطلبات لها مختلفة عن الجامعة فهذا هو محترح شكرا دكتور صالح على هذه المداخلة حتى نقطة الفرصة لدكتور سيف نأخذ ثلاث مداخلات فقط ممكن دكتور حمزة العلالي ودكتور جميل فقط باختصار وإجاز لو تكبرت فالله دكتور حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالسلام أولا نتوجه بالشكر إلى إدارة المنصة على هذا المحفل الكبير وكذلك نوجه لمنسوبين المنصة التبريكات بسنة الهجرية الجديدة أنا أحاب أن أؤكد على فكرة الأوقاف الإسلامية في تطوير المراكز البحثية كلما كان المركز البحثي متحرر ماليا من القيود سواء يعني أي أنواع من أنواع القيود رح يتكون في عندنا نتيجة كبيرة في عملية التطوير والبحث اليوم الأمة تحتاج يكون في كل حي مركز بحثي سواء يطور الحياة العلمية التعليم السوق يعني اليوم نحن بحاجة ماسة إلى مراكز البحث العلمي والجامعات البحثية المنفصلة عن الجامعات التقليدية سواء الخاصة أو الحكومية هذه مبادرة جميلة جدا من الدكتور سيد بارك الله شكرا جزيلا شكرا دكتور حمزة بارك الله فيك إذن فقط دكتور جميل إذا نختم بك دكتور جميل تفضل إلخان فقط تمكن فتف الصوت لأطفن طيب لحين يبدو هناك خلفني دكتور أوس رحال تفضل سلام عليكم عليكم السلام تحياتي للجميع وإن شاء الله الموفقية للمحفل السنوي اللي يعد من أهم التجمعات للعلماء الناطقين باللغة العربية بالنسبة لل أنا سبق أنه استمعت إلى محاضرة أستاذ العزيز دكتور سيف فيما يخص الجامعات البحثية الجامعات البحثية خصوصا في مناطقنا تحتاج إلى سلكت يعني تقييم تقييم وتخصص تقييم وتحديد التخصص الملائم للجامعات البحثية في كل مكان يعني في مكان تلقي بي الزراعة أحتاج إلى مراكز إلى جامعات بحثية زراعية المكان اللي يبي إنتاج نفط يحتاج إلى جامعات تخصوصية هذه تجذب مثل ما قال الأخ في الدولة الكويت أنتم شركات أجنبية موجودة فإحنا شون نجذب الجامع الشركات الأجنبية لحل مشاكل لمشاكلها لأن أهمية الجامعات البحثية حل مشكلة في المجتمع وتقديم شيء جديد لهذه المنتوج جديد نتيجة حل هذا المشكلة اللي موجودة فأنا كيف أقنع هذه الشركات بالمجيء للجامعة وعرض مشاكلها لحلها هذا يحتاج بدءا تحتاج إلى بناء تحتية متكاملة بالنسبة للمراكز البحثية بالنسبة للجامعات البحثية التخصصية المقترحة فهذه يجب أن تكون مترابطة للوصول إلى الهدف من هذه الجامعة شكرا شكرا بروف دكتور أوس على هذا الاختراح بالوجه وندعو الدكتور بصيف السويدي للإجابة عن هذه التساؤلات في حدود الخمس دقائق المتبقية ومن ثم ندعوه لمواصلة الجلسة الخاصة في جامعة أريد الدولية للدراسات العليا مع المتحدثين الرسميين ورئيسيين فيها فليتفضل مشكور شكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد باختصار الحقيقة السؤال كان الأول حول موضوع الجامعات البحثية والربحية الجامعات البحثية هي كما أوضحت وذكرت أنها جامعات تهتم في البحث العلمي وتقدم الدراسات العليا أما الربحية هي الهدف الرئيسي وتحقيق الأرباح من خلال تقديم بعض البرامج التعليمية وتكون لها رسوم الربح المالي السؤال الآخر حول موضوع الغسل الأخضر أو لندري حقيقة هذا يعتبر من الممارسات اللأخلاقية في موضوع استقلال اهتمام المستهلكين بالبيئة لتحقيق الأرباح بدون تقديم فوائد حقيقية للبيئة فهنا طبعا يأتي دورة جامعات في موضوع التوعية حول التوعية المستهلك كيف يقرأ المحتويات موضوع الشفافية بما يخص موضوع الشركات تتوفر تقارير شفافة مفسرة عن ممارسات البيئية وتأثيراتها ويعتبر من الممارسات الخاطئة التي تستغلها تستخدمها الشركات لخداع الناس أنه استخدام بعض المصطلحات الغير حقيقية وتحاول إقناعهم بها مثل ما تفضل الأستاذ يعتبر هذا من الإعلانات الخادعة في المستهلك نعم كان السؤال الآخر حول موضوع أنه كل الجامعات هي جامعات بحثية الطاقة لا ليست كل الجامعات هي جامعات بحثية وإن كانت بعض الممارسات من الأستاذة هي ممارسات خاصة كباحث أنه يتصرف بشكل يعني مفرد لسقل مهارات الباحثين والطلبة ولكن الجامعات البحثية لها مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر فيها ومن هذه المعايير كما أوضحت وذكرت أنه عندها استقلالية في التمويل في عندها كتمويل خاص فيها في موضوع البحث العلمي في بنية تحتية في مختبرات موضوع الحث على موضوع النشر بالمجلات العلمية العالمية وجود الدراسات العليا الانتاج العلمي الخاص بالمجلات والنشرها في مجلات ذات التعثير العالي الجامعة تعزم الابتكار الجامعة في عندها ثقافة التعاون خاص بالتعاون الدولي مع مؤسسات وجامعات الاستقلالية الأكاديمية وحقيقة مجموعة من النقاط أهم هذه النقاط أنها تكون ضمن التصانيف العالمية التي تأخذ البحث العلمي كمعيار إدخالها في التصنيف الـ QS والـ هذه كلها المعايير الـ QS بالتحديد إذا كانت الجامعة متواجدة في الـ QS رانكينج سيستم فهي تعتبر كجامعة بحثية النقطة الأخرى التي تم ذكرها وكان سؤال حول موضوع الأوقاف حقيقة حقيقة الوقف الإسلامي فلسفة الوقف له دور كبير جدا في يعني في موضوع الجامعات البحثية في موضوع التعليم بشكل عام يعني الغرب يأخذ هذه الفلسفة ويستخدمها وتستخدم بمصطلح اسمه Endowments هي الأوقاف وأبرز الجامعات العالمية الآن هي جامعات وقفية أغلب الجامعات العالمية الآن هي جامعات وقفية مثلا Harvard University Harvard University تعتبر جامعة تعتبر من جامعات وقفية وإن دخلت إلى الموقع الرسمي لهارفد ستجد أنه هي مكتوب أنه يتم تمويلها عن طريقة Endowments والEndowments هو الوقف والأوقاف الخاصة لجامعة هارفد 41 مليار دولار تم الأفصاح عنها في سنة 2021 طبعا تهتم بموضوع البحث العلمي والمنح الدراسية وكذلك تطوير الكليات الخاصة في الجامعة Yale University تعتبر جامعة أيضا وقفية Stanford University جامعة وقفية Princeton University University of Oxford University of Cambridge Chicago جامعة شيكاغو تعتبر جامعة بحثية Duke University كل هذه جامعات في أمريكا هي تستفيد من فكرة الهبة الهبة التي تحصل عليها من المانحين والجهات الخيرية والإنسانية ولا تعود لشخص واحد يعني لا تعود ملكية هذه الأموال لشخصية مؤسسة أو أرباح أو عائلة وأنما هي تكون هناك صندوق خاص بالهبات يسمى بالإنداومنت وهي فلسفة الوقف أنه يعني الوقف هو يعني الاحتفاظ بالأصل وتسبيل المنفعة على وجوه البر فهذه كلها جامعات ومؤسسات فأيضا كان هناك مقترح أنه تعزيز دور الوقف وكذلك استحداث المراكز البحثية أو الجامعات البحثية يعني جهد المقل يمكن أن تكون كمركز بحثي رسلس سنتر يعالج مشكلة معينة يختص بمشكلة معينة وهذا رسلس سنتر حتى ينجح يجب أن تكون له استقلالية مالية والاستقلالية المالية حتى يعني من يشتغل به كباحثين كأجهزة كمعدات في عندهم القدرة على إجراء البحث العلمي في سؤال آخر طرح أنه كيف نستفيد من البحوث القديمة في الجامعات لمعالجة الظواهر يعني حقيقة الاستفادة منها أنه هي عبارة عن أرشيف خاص بالأدبيات السابقة يمكن أن تأخذ المعلومات ويعاد تحليلها لو كان هناك بعض البحوث فيها بعض النتائج العملية تعاد تطبيق هذه النتائج العملية ويستفاد منها يعني يعني حقيقة الكثير من الأفكار الخاصة في البحوث الموجودة يستفاد منها كأرشيف ويمكن للباحثين في المؤسسة أن يعني تكون لهم كرفرينس محلي مثلا وحدة الجامعات في السودان مثلا لن يفهم لن تفهم هذه الظاهرة في هذه المنطقة في السودان إلا عن طريق هذه المؤسسة البحثية التي أجرت العشرات من البحوث العلمية حول هذه الظاهرة الاجتماعية ولها تأصيلات ويعني أرشفة لهذه الدراسات العليا فتعاد استفاد منها كأرشيف ويستفاد منها من يعني مرة ثانية تقريبا هذه أبرز ما قيل يعني وأنا طبعا يعني كانت مداخلة الأخيرة حموضوا على الشركات الشركات التي تستقطب لأجل التعاون مع الجامعات أزيدكم من الشعر بيت أن الحكومة الماليزية أجبرت مجموعة من الشركات الماليزية على أن تستحدث الجامعات الخاصة بها لأن هي عبارة عن مؤسسة رفحية كشركة تجارية هذه الشركة تحقق عائدات وفيها عندها النوهو عندها الخبرة فأجبرتها على أن تستحدث يونيفرسيتي أول مرة طبعا كان إنستيتيوت ثم تطور إلى أن أصبح يونيفرسيتي وعلى سبيل المثال واحدة من الجامعات اسمها جامعة يونيفرسيتي تناقة بيتروناس بيتروناس تأسست في 1997 التي أسستها شركة بيتروناس الوطنية للنفط والغاز في ماليزيا في واحدة من الولايات تسمها براك الحقيقة بما أن هي هذه الشركة اللي في عندها أكسبيوتس خبراء في النفط والغاز فهم أسسوا هذه الجامعة في سنة 1997 واحدة من الجامعات الثانية اللي هي شركة الكهرباء في ماليزيا اسمها تي أن بي أجبرتها يعني طلبت الحكومة الماليزية منها أن تنشئ جامعة فأنشئت جامعة اسمها يونيفرسيتي تيناقة نيشنال واحدة من الجامعات الأخرى جامعة سانوى يونيفرسيتي أيضا بتوصية من الحكومة الماليزية أنه يجب أن يعني هذه أعتقد هي واحدة من الشركات السياحية سانوى والله أعلم مختصة بالأمور عدها استثمارات كثيرة ولكن الحكومة قالت لها لما يصل حاج الاستثمار إلى حد معين يجب أن تفتحين جامعة ففتحت جامعة اسمها سانوى يونيفرسيتي وحقيقة أيضا واحدة من الشركات الخاصة بالسيارات فتحت جامعة اسمها جامعة دي آر بي هايكوم يونيفرسي أوتوماتيف ماليزيا يعني هي هذه واحدة من الشركات تصنع سيارات في ماليزيا فوقحها كذا حقيقة كل واحدة من الدول مهتمة في موضوع تطوير البحث العلمي ستجد بعض المبادرات والمقترحات والبرامج الاستفادة أما باستقطاب الشركات أو لما يصل حجم الشركة لمستوى معين أنها تفتح معهد ثم هذا المعهد يطور إلى أن يكون ك أنا أذكر يعني كانت من أمور رهامة في ماليزيا أن الشركات أول شيء يطلبون من الشركة أن يكون لها شيء يسمى بال R&D Department Research and Development Department أنا كنت لا أعرف ما المقصود بهذا الموضوع يعني كنا بوكتس كان هناك التقديم على ترخيص يعني نوع من أنواع الترخيص فكان ضمن الحقول الموجودة أنه هل الشركة تملك R&D Department هل عندها قسم اسمه Research and Development Center طيب ما الفائدة من هذا الموضوع الفائدة أنه هذا الموضوع قد يكون كبذرة لمعهد والمعهد قد يكون كبذرة لجامعة لاستفادة من هذه الشركة عندما تكبر وتصبح يونيكورن تصبح شركة من الشركات العملاقة فأنا تقريبا هذا ما لدي حاولت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات معرفة إذا فقدت سؤال ولكن بشكل مقتضب وسريع أعني